مرحبا يسعد كل اوقاتكم معكم الاء حمد الله حياكم الله وصفتنا لليوم هي indian butter chicken او دجاج بالزبدة الهندي فعليا هي من اطيب الوصفات اللي انا جربتها وعملتها بنصحكم كتير انكم تجربوها بس لو سمحتوا بالبداية تعملوا اشتراك لقناتي وتفعلوا زر الجرس ليوصلكم كل جديد ورح احط لكم بصندوق الوصف رابط جروب فلسطينيات مع الدلات وجروبي مطبخ الاء الاء سكتشن هدول جروبات خاصة بالطبخ لتشاركونا ابداعاتكم بالمطبخ ورح احط لكم كمان رابط انستجرامي كلهم رح تلاقوهم بصندوق الوصف ياريت تعملوا انضمام للجروبات وتعملولي متابعة للانستجرام ويلا نبلش هلأ بطريقة العمل عندي هون صدور دجاج مقطعة الى مكعبات هلأ رح احط عليها البهارات وهي عبارة عن معلقة كبيرة من الكاري ومعلقة صغيرة من البهارات الكيجن ممكن تستغنوا عنها ونص معلقة من الفلفل الاسمر ونص معلقة من البهارات المشكلة انا حطيت هون كمان مغلف من الماجي ممكن تستغنوا عن مغلف الماجي بالملح بس انا بحب نكيتو اكتر والمكونين اللي عنجد ما بتقدروا تستغنوا عنهم بهاي الوصفة هي معلقة صغيرة عفوا من الزنجبيل الفريش ومعلقة صغيرة من التوم هدولا بيعطوا نكهة كتير زاكية للدجاج عنجد لازم يعني يكونوا موجودين بالخلطة منحركهم كتير منيح مع بعض منتركهم على جنب لمدة ربع ساعة نص ساعة حسب ما انتم معاكم وقت لازم نتأكد انه كل البهارات كانت موجودة بالخليط طبعا في بهارات اللي هي المسالة لازم تكون موجودة انا ما كانت متوافرة عندي والطعم كان كتير رائع صراحة يعني مش كتير فرق هلأ نيجي للخطوة التانية بهاي الطبخة الخضروات عندي هون اكمس من التومي متر ما انتم شايفين وراس من البصل واربع حبات من البندورة راح ابلش افرم الخضروات اللي معاي هلأ طبعا مش كتير مهم حجم الفرم للتومي والبصل والبندورة لانه بعد ما نطبخهم على الغاز راح نفرمهم فرم كتير ناعم ونصفيهم فيعني فرمتوهم خشا ولا فرمتوهم ناعم مش كتير راح يفرق اذا حسيتوا انه اكلاتي عم تعجبكم ووصفة اليوم عجبتكم ووصلتوا بالفيديو لحد هون بتمنى انكم تعملوا لي اشتراك بالقناة سبسكرايب وتفعلوا زر الجرس لايوصلكم كل جديد عندي دائما وهلأ يلا خلينا نكمل الوصفة مع بعض هون اخر شي عندنا فرم البندورة هلأ راح نبدأ نقلي هاي المكونات كلها على الغاز من المكونات الرئيسية في هاي الطبخة هي الزبدة يعني كل هاي الاشياء راح نقليهم بالزبدة مش بالزيت ابدا هلأ عندي هون القلاية سخنة حطت فيها تقريبا نص اصبع من الزبدة بالاضافة لمعلاقتين كبار من الزيت انا بحب اضيفهم للزبدة عشان ما تنحرق هلأ وهم سخنين مثل هيك راح اضيف عليهم البصل والتوم اللي فرمتهم مثل ما نبين عندكم هون ورح اخليهم يتقلبوا دقيقتين لتلاتة مع بعض بس لحتى تطرح حبات البصل والتوم اللي احنا ضفناها هلأ بعدين راح اضيف عليهم البندورة بحريكم كتير منيح مع بعض وبلش احط بالاضافات اللي بدي احطهم عليهم اول شي الملاح طبعا حسب الرغبة والفلفل الاسمر ومعلقة صغيرة من الكاري واذا عندكم بهارات المسالة كمان ممكن تحطوها بس برجع بحكي لكم انا لأسف ما كانت عندي بس وجود الكاري كان يعني خلي الطعم ممتاز جدا يعني مش كتير فرقت لان انا عملتها مرة بهارات المسالة وهاي المرة بدون بس ما حسيت فيه كتير فرق هو الضروري فيها يكون الكاري هلا هون خليهم يتقلبوا كتير منيح مع بعض هلا رح اضيف عليهم شرحتين ثلاثة من الزنجبيل كتير مهمين وكمان ممكن تحطوا تقريبا هيك كمشة من الكاجو بهاي المرحلة بس انا ما بحب المكسرات مع الاكل كتير فاستغنيت عنها بس هي بالاصل المفروض تحطوا كاجو يتحمص مع هذا الخليط كامل يغلي معه هلا رح احطهم على نار وسط لمدة 10 دقايق 8 دقايق لا احس انهم استووا جميعهم واخر اشي حسيت ان المي خفيفة فاضفت عليهم نص كوب من المي السخنة بدي اياها تكون شوي المرأة يعني فيها مية عشان لما اطحنها هي حطيتهم بمحضرة الطعام طبعا ممكن تستخدموا الخلاط ما في اي مشكلة وطحنتهم لصار الخليط ناعم كتير عندي وصفتهم مرحلة التصفية صراحة كتير مهمة هيك لازم اطلعوا بعد ما يتصفوا للأسف اللون مش كتير واضح كان حاولت اوضحه اللون كان على اورانج برتقالي كتير حلو كان اللون هلا اضفت هنا كمان شوية من الزبدة وحطيتهم على جنب نيجي هلا للدجاج طبعا من اسمها هاي الاكلة انديان بوترد جوكين يعني هي بتعتمد اعتماد كلية على الزبدة حطينا هون الزبدة بالقلاء هي سخنة وحطينا كمان معلقة او معلقتين من الزيت قلتلكم عشان الزبدة ما تنحرق بفضل ينحط معه نوع دهن تاني سواء زيت نباتي او زيت زيتون هلا راح اضيف الدجاج وقلبه مع الزبدة تقريبا من 6 ل 7 دقايق يعني بعد ما تقلبه بضغطه عليه من 6 ل 7 دقايق على نار وسط بيكون استوى تماما هلا بعد ما استوى عندي الدجاج راح اضيفه في الخليط الخضار اللي احنا طحنا والنار هلا اشغالي عليهم راح اخليهم ياخدوا غلوة مع بعض بعدين راح اضيف عليهم الكريمة تقريبا نص كوب من الكريمة حطيت معاهم راح اخليهم ينغلوا مع الكريمة لمدة دقيقتين تلاتة مش اكتر هلا راح نبلش بالرز اللي بنناكله مع هاي الاكلة عندي هون كاستين من الرز الحبة الطويلة منقوع نص ساعة هلا هون عندي زيت بالطنجرة قلبته مع الزيت كتير منيح بعدين حطت عليه الملح وكل كاسة من الرز البسمتي المنقوع اخدت معي كاسة ونص من المي السخنة اول ما بلش يعمل ثقوب متل هيكة كان على نار عالية بعد الثقوب هاي وطينا النار على اوطى اشي وخلينا لمدة عشر دقائق لربع ساعة اخر شي ضفت عندي ملون الطعام وغطيت الطنجرة لمدة خمس دقايق طبعا ملون الطعام فقط اصفر انا حطيت يفضل يعني بهاي الاكل يكون لون الرز بس اصفر وابيض بيكون احلى وهيك طلعي الشكل نهائي للرز مثل ما انتو شايفين هلا طريقة التقديم ممكن تسكبوها بلسحون انا حبيت اخليها باللي عملت فيها حبيت احط خطوط من الكريمة على الوجه بهذا الشكل وبعدين عملت خطوط فيها بعود الخشب كان على اساس يطلع شكل معين بس للأسف ما اطلع لانه الاكل كان كتير سخن فالكريمة ما ضلت جامدة او مش جامدة يعني بطلت تتقيلة كتير المهم يعني حاولت تسيطر على الموضوع بالنهاية وطلع هيك الشكل حطت عليها رشة من البقدونس وهيك كان الشكل النهائي فعلا من اطيب الاكلات اللي انا بعملها بنصحكم كتير انكم تجربوها فعلا بتستحق التجربة اذا عجبتكم وصفتنا لليوم لو سمحتوا تعملوا لايك للفيديو ولا تنسوا تعملوا اشتراك سبسكرايب لقناتي وتفعلوا زر الجرس لا يوصلكم كل جديد ورابط او روابط لقروبات والانستجرام في صندوق الوصف لو سمحتوا تفوتوا تعملوا انضمام ومتابعة يعطيكم الف عافية